النهاردة كابت خطيب استقبل ظهر اليوم جونزالو أوريال لابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة خلال زيارته لمقر النادي بالجزيرة زي ما حضراتكم شايفين خلال الزيارة كانت كابت خطيب حريص على الترحيب السفير الأرجنتيني والوفد المرافق له وتم عقد جلسة مطولة معهم ناقشة خلالها العديد من الأمور المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وقام السفير جونزالو بجولة داخل مقر الجزيرة تفقد خلالها ملعب مختار التتش وصالة الأمير عبدالله الفيصل والنصب التسكاري للشهداء وصالة الجنباز ودولاب البطولات في ختام الزيارة قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء السفير الأرجنتيني درع وعلم وقميس النادي فيما حرص السفير على تقديم قميس منتخب الأرجنتين للكابتن محمود الخطيب بينكم ما فيش واحد أرجنتيني ما بيعرفش يلعب حتى لو ما بيعرفش يلعب هتلاقي فيه الباصة بتاعته تحس كده أنه هو إيه يعني أرجنتيني بقى تسمع مارادونا تسمع ميسي أو تتكلم عن مارادونا تتكلم عن ميسي هذه الأسماء الكبيرة جدا جدا في عالم الكرة في حياتنا كلها الحقيقة اللي ما ترباش على أو اللي ما شافش مارادونا أكيد شاف ميسي مش هقول لحضرتك أكتر من الإسمين دول هم من أعظم لاعب العالم من أعظم لاعب العالم يعني مش هقول الأعظم لأنه أنا بالنسبة لي مارادونا واحد يعني من نمرة واحد أو نمرة اتنين فيه الأعظم في التاريخ لأنه اللي بيحبوا بليه عارفين قد إيه برضو بليه أو اللي شافوا بليه عارفين قدية بليه كان له دور كبير في عالم كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين جولة مهمة لسعادة سفير الأرجنتين اللي عبر عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة وعبر عن سعادته بمقابلة كابتن محمود الخطيب وأكد أنه من محبي النادي الأهلي ويحرص بشكل مستمر على متابعة مبارياته ويعلم البطولات العديدة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية أعرب السفير الأرجنتيني أيضا جنزاله عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المميزة للنادي الأهلي وامتلاكه للعديد من المرافق المصممة بأحدث الطرق العالمية مؤكدا أنه سيحرص على المشاركة في أي فعليات تخص النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا وحاجة محترمة جدا جدا دائما هتقول لي علاقة النادي الأهلي القوى النعمة للرياضة في مصر هي النادي الأهلي اللي بيعملوا النادي الأهلي ده من ضمن الدور النادي الأهلي المجتمعي في الحياة وفي الرياضة مجرد زي ما بقول كده لما بنجي نتكلم عن سفير الأرجنتين لما تجد سفير الأرجنتين موجود تشم ريحة ماردونا تشم ريحة ميسي تشم ريحة الروايح الحلوة دي وبيني وبينكو يعني النادي الأهلي شرف كمان يعني الناس الراجل زي ما حضراتكم شايفين كده يعني أنا كنت في جولة أيضا مع وسامة أبو علي من كم من أسبوعين ثلاثة المهاجم الفلسطيني لما دخل وتمشى في النادي الحياة قال لي يا كابتن أنا أول مرة أشوف النادي بهذا الشكل وبهذه الجمال والحلاوة يعني والناس كانت قاعدة كتير فكان الراجل مستغرب جدا قال لي في أوروبا ما فيش الكلام دولتول اللي احنا عندنا فرع واثنين وثلاثة واربعة تقدر تروح تقعد هنا تاخد والدتك وولدك وتروح تقعد واخواتك وتروح تقعد بهم فنفس الكلام بالنسبة للسفيل أرجنتين ومعاد دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي الحقيقة ودوره الكبير الواضح الحقيقة فيه دائما في التواجد في مثل هذه الزيارات بجانب طبعا جميع الإدارة التنفيذية الأستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيرة فالحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة وتخلينا نبقى سعداء جدا بهذه الزيارة أستاذ عمرو محب طبعا مدير علاقات الخارجية في النادي الأهلي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة نتمنى أن احنا تشوف دائما مثل هذه الأمور لأنه زي ما حضراتكم عارفين التقارب ما بين الشعوب بتبدأ أولى خطواته بهذا الشكل هتقول لي أقولك آه لأنه السفيل أرجنتيني في مصر لازم يبقى عارف كل حاجة لازم يبقى عارف فين قوة مصر من الناحية الرياضية هتجد قوة مصر دائما داخل النادي الأهلي عموما